موسيقى بعد إعلان الولادة ذهبت مريم لإليس باط لقد تعرضت للنبذ في النصرة وذلك بسبب حملها قبل الزواج والتفسير أن الله هو الفاعل أتوقع أن هذا الأمر كان صعب التصديق في المجمع في النصرة كما هو الحال في كنيسة تينيسي غادرت مريم النصرة وهي قرية صغيرة كان عدد سكانها غير كثير وتوجهت جنوبا نحو أوروشاليم لزيارة قريبتها إليس باط واستعدت وتعجلت إلى بلدة في جبال اليهودية إلى بيت زكريا ولما سمعت إليس باط تحية مريم ارتكض الطفل في بطنها وامتلأت إليس باط بالروح القدس وبصوت عال قالت توبى لك بين النساء وطوبى للطفل الذي ستلدينه لماذا أنا محظوظة إلى هذا الحد أن تأتي أم ربي إلي وما إن وصل صوت تحيتك إلى أذني قفز الطفل في بطني فرحا توبى لمن آمنت بأن ما قاله الرب لها سوف يتحقق سيقرأ المتشككون هذا المقطع ويقولون إنه كتب بعض الوقائع وأن كلمات إليس باط وضعت في فمها بأثر رجعي لأنه مستفاد من الوقت لفهم ما كان يحدث يقدم لوق هذه الكلمات ويطلب من الإيمان عندما امتلأت إليس باط بالروح القدس أعطاها روح الله الفهم والبصيرة حول الطفل الذي كانت مريم تحمل به أدركت إليس باط حقا أنها حبلة بطريقة مدهشة جدا وأن مريم كانت حبلة بطريقة أكثر إثارة للدهشة قالت إليس باط إن مريم كانت تحمل ابن الله أمامك خيار عند قراءة الكتاب لديك خيار أن تجلس في مقعد المتشكك وتبتعد عنه وتنظر إليه من علو وتتصرف كأنك أذكى منه أو أن تخدى نفسك لسلطان الكتاب المقدس وتقرر أن تؤمن لا أطلب منك التخلي عن عقلك عند الباب فسوف تحتاجه لكن إذا كانت مقاصد الله ستظهر في حياتك فعليك أن تتعلم ما يعنيه أن تمتلئ بالروح نعلم أن الإصابات امتلأت بالروح وآمنت بأن مريم تحمل المسيح والآية 45 تؤكد إيمان مريم عندما نختار أن نؤمن عندما نختار أن نتخلى عن مقعد المتشكك ونؤمن نقوّل آخرين الذين لديهم إيمان هذا بالضبط المكان والصراع الذي نحن فيه الآن ملأنا كنائسنا بمن يجلسون في مقعد المتشكك وقمنا بدراسات كتابية نظرية ونقشنا ظروف الأصور القديمة كما لو كانت لا تمت لنا بصلة نهائيا كأن لدينا معايير أخلاقية جديدة أو أخلاقيات مرتفعة أو أكثر تنويرا تفرعنا عن خلق الذكر والأنثى والآن لدينا العديد من الأجناس حتى أنك تحتاج إلى معجم لمعرفتها علينا أن نقرر ما إذا كنا نؤمن بكلمة الله وماذا سنفعل بها توقف عن الندب على ما تفعله الكنائس أو الخدمات أو حتى الطوائف وابدأوا بالحديث إلى الرب وقولوا أريد أن أخضع حياتي لك أريد أن أكرمك في بيتي في حياتي في إدارة أعمالي في كيفية تصرفي أود إكرامك يا رب ليس وفقا لمعاييري ومبادئي الخاصة أريد أن أكرمك لا يمكنك تخيل مدى أهمية ذلك عندما تختار أن تؤمن والقوة التي تجلبها للآخرين عندما تؤكد لهم إيمانهم لقد فرت مريم من ظرف صعب لزيارة إلي صباط وعندما وصلت كانت إلي صباط مفعمة بالفرح مؤكدة ما يحدث لمريم الآية 57 حان وقت ولادت إلي صباط فولدت ابنا من يعلم سمع جيرانها أن الرب قد أظهر لها رحمة وشاركوها فرحتها في اليوم الثامن جاءوا ليختتنوا الطفل وكانوا ينون تسميته على اسم أبيه زكريا لكن أمه تكلمت بينما زكريا لم يتكلم تكلمت أمه وقالت يجب أن يدعى يوحن قالوا لا يوجد أحد من أقاربك يحمل هذا الاسم وأشاروا إلى الأب لمعرفة ما يود تسمية الطفل به لأنه من الواضح أن إلي صباط اضطربت وطلب لوحا للكتابة ولدهشة الجميع كتب اسمه يوحن وفورا انفتح فم زكريا وانطلق لسانه وبدأ يتكلم مسبحا لا أتعتقدون أن الله قد يجعل شخصا أخرث الكتاب يشير إلى ذلك يمكننا تسميته تأديبا عندها نستطيع أن نؤمن أن الله يؤدب أبناءه وهذه عظة أخرى ننتظرها ستكون بعد عيد الميلاد وفورا انفتح فمه وانطلق لسانه وبدأ يتكلم مسبحا الله وامتلأ الجيران بالرهبة وفي أنحاء اليهودية كان الناس يتحدثون عن هذه الأمور كل من سمع بذلك تعجب متسائلا ماذا سيكون هذا الطفل إذن لأن ياد الرب كانت معه؟ إنه جزء مثير للاهتمام وأعلم أنك طويت الصفحة لكن لا تتسرع لن يجعل ذلك انتهاء أسرع الرجاء باق دائما الإصحاح الثاني وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة فصاعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة النصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلة وبينما هما هناك تمت أيامها لتلت فولدت ابنها البكر وقمطته وأجعته في المذود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل كانت ليلة مليئة بالشعور بالتوتر رحلة وحمل متقدم والطفل قادم لا مكان للإقامة سنضعه في المذود كان هناك نسيم بارد في بيت لحم في الآية الثامنة وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسة الليل على رعيتهم وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما فقال لهم الملاك لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وهذه لكم العلامة تجدون طفلا مقمطا مدجعا في مذود وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب يا أعزائي إن مقاصد الله تحققت في التاريخ الفدائي بمساعدة الملائكة أيمكننا التوقف عن عقد الندوات حول إن كنا نؤمن؟ الكتاب يقول إن أحدهم استضاف الملائكة ليس لدينا التمييز لنتعرف عليهم إذا كان لنا الامتياز أن نرى ملاكا أو نسمعه أو نتعرف على ملاك لأن الله بنعمته ورحمته كشف الستار ليمنحنا بصيرة روحية حقيقية أتدركون سذاجة الاعتقاد بأن حواسك الخمس تحدد هذا الواقع؟ إذا لم تتمكن من رؤيته أو سماعه فهو لا يوجد بهذه الأدوات لا يوجد شيء اسمه فيروس لأنك تحتاج إلى مساعدة لكي تراه يمكنك رؤية نتائج الفيروس وتأثيره لكن لا يمكن رؤيته يمكننا اللعب بالسبب والنتيجة ونستخدم أشياء كأمر مسلم به وأنه شخص جدير بالثقة إنه فيروس ومع ذلك عندما يتعلق الأمر بإيماننا نتردد ونتراجع عن دعوة قوة الله إلى حياتنا في عرض لوقة هذا نجد شخصية وعمل الروح القدس لا ينفصلان عن مقاصد الله في الحياة وأود أن أقول لكم إن الكنيسة لا تملك أملا في تحقيق مقاصد الله بدون مساعدة الروح القدس لا تبدأ هذا النقاش معه بحدود رحب به في حياتك بدون أي حواجز أريد وجودك في حياتي أحتاج سماع صوتك لأتعرف على إشاراتك وأفهم توجيهك أريد التعاون معك أنا مؤيد جدا للدراسة والتعلم والتدريب والانضباط والأفكار المنضبطة ومتحمس لهذه الأمور لكن في نهاية اليوم أريد نتائج أكثر من ذكائي يا روح الله القدس نحتاج مساعدتك الآية الحدي والعشرين لما تم الثمانية أيام ليختن الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن عندما حان وقت تطهيرهم وفقا لشريعة موسى أخذت مريم ويوسف الطفل إلى أوروشاليم لتقديمه في اليوم الثامن يقدم الأولاد إلى الكاهن ليختتنوا وكان هناك في أوروشاليم رجل يدعى سمعان كان بارا وتقيا ثانية هؤلاء الشخصيات التي يدعوهم الله هم أشخاص عاشوا حياة منضبطة ما نوع حياتك؟ نسعى إلى ماذا؟ موافقة من نطلب أي محكمة نريد أن نكون جذبين لها؟ هذه أسئلة مهمة وآمل أن تكون متطفلة أريد دعوتكم للابتعاد عن هذا الاعتقاد لأنك قلت صلاة ومررت ببعض التقوس المعتادة في ماضيك هذا فلم يتبقى شيء للتفكير أو للحديث عنه مع الرب كان سمعان بارا وتقيا وينتظر تعزية إسرائيل وكان الروح القدس عليه لا يستطيع منع نفسه وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يراه مسيح الرب فأتى بالروح إلى الهيكل لذا هناك ثلاث عبارات قيلت فيما بعد أن سمعان وشخص الروح القدس الذي كشف له شيئا عن حياته تلك ونهاية حياته على الأرض إنه لن يرى الموت حتى يرى المسيح وفي هذا اليوم بالذات دفعه الروح بقوة إلى ساحات الهيكل وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس أخذه على ذراعيه وبارك الله نكرس الأطفال هنا وسنكررها في غدون أسابيع سيكون هناك العشرات من الأطفال أمامكم تتخيلون النظر إلى ذلك وقول هذا الطفل مميز إذا كان حفيدك فأنا أفهم ولكن إذا كنت تقوم بملاحظة عشوائية فقد بدأت في إثارة معركة مع كل والد في الغرفة لم يكن سمعان مدفوعا لأن يسوع كان طفلا جميلا بشكل فريد أو لأنه كان طفلا هادئا تخيل يوما عندما يتم تقديم العشرات من الأطفال والسمعان بتوجيه من روح الله يأخذ يسوع بين ذراعيه معترفا به كتحقيق لجميع نبوآت الأنبياء الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عيني قد أبصرطا خلاصك الذي أعددته قدم وجه جميع الشعوب نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل كان يحمل طفلا وأعلن أنه سيكون ضياءا للعالم وأيضا للعالم غير اليهودي أحيانا نضل عندما نتحدث عن المسيحية أو تبعية المسيح الهدف من هذه العلاقة مع يسوع أن تجلب الحرية لحياتنا ولا يريد أن يحدك أو يقللك أو يأخذ منك شيئا يسوع يجلب الحرية وهذا هو الهدف من هذه الدراسة أن تتحرر من القلق يسوع قال لنا بشكل مباشر لا تقلق قد تساعد دراسة أصل الكلمة لا أفعل هذا كثيرا لكن هنا قد يساعد التعبيرات الرنانة في أصل الكلمة في الإنجليزية القديمة الكلمة تعني يختنق وفي الإنجليزية الوسطى تعني الإمساك بالحلق مثلما يمسك الذئب بالخروف من حلقه عندما يهاجمه بحلول القرن السادس عشر تم تقلصها لتعني المضايقة أو الهجوم وفي تعريفها الحالي القلق هو الشعور بالهم والاضطراب وعدم الارتياح ولكن أحب هذا التقدم لأن تأثير القلق الحقيقي على حياتك أو حياتي يطبق على حلقنا يشنقنا ويخنقنا ويقلل من فاعليتنا ويختزل وعينا بعالمنا يمنحنا مشاعر غامرة بما يمكن أن يكون ويحجب حقيقة أين نحن ومن نحن قرأنا في متى ستة تعليق يسوع عن القلق أربع مرات في النص يفحص تمسكنا بالقلق فيقول لا تفعل ذلك لا تهتم بما تلبسون وما تأكلون ولا بما تشربون ولا أين تعيشون هو لا يقول إنها أمور ليست هامة في حياتنا بل إن القلق بشأنها غير لائق وكثيراً ولا سيما المتدينين منا يمكننا تبرير قلقنا وخوفنا وانشغالنا فنقول نحن نفعل أمور الرب أمور كثيرة نوطيها في طلبات الصلاة بالاهتمامات الكتابية ونغلفها في تعبيرات مستخدمين كل أنواع الكلمات الروحية والواقع هو أننا غير مهتمين بملكوت الله نحن ندفع بأفكارنا ونغلفها بكل أنواع اللغة الهدامة هذا أفضل سيناريو للقلق الأسوأ سيضعف إيمانك وسيجعلك غير مثمر تذكر مثل الزارع يسوع تكلم عن زارع خرج ليبذر ووقعت البذار على أنواع مختلفة من الأراضي لقد تكلم عن نوع من الأراضي في متى 13-22 يقول الكتاب والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر هذا تعرفنا عن القلق يمكنه أن يخنق تأثير كلمة الله وهذا يحذرني إذا أعطيت للقلق مكانا في قلبي إذا رعيته ونميته ولم أنتبه له ولم أتعامل معه فإنه سوف يخنق تأثير كلمة الله هذا لا يمكننا تحمله وإليك دعوة يسوع أخبرنا بالحق قال لا تقلق ويجب أن لا نقلق وإن اخترنا أن نقلق فقد اخترنا أمرا غير لائق وأفضل علاج كتبي لذلك هو التوبة سأختم وأرجو أن تصلي صلاة معي لنتوب فقط أعطينا القلق مساحة في قلوبنا ووقتنا وحياتنا مستعد؟ لنصلي أبانا أشكرك من أجل كلماتك نقبلها لأنها الحق أشكرك على الطريق الذي تفتحه أمامنا للسلام والحرية والرجاء والفرح نريد أن نتوقف ونقول آسفون ولنتوب اغفر لنا لأننا تسلمنا زمام حياتنا وكنا نقلق حول أمور وقتية ملأت قلوبنا وأيقظتنا بالليل وقلصت من علاقتنا بك نتوب عن ذلك اغفر لنا وفي توبتنا لا نقبل غفرانك فحسب بل سيادتك على حياتنا يا روح الله ساعدنا أن نسير في الطريق الجديد في اسم يسوع آمين آمل أن تلاحظوا أنه يستحق التأمل في أوقاتكم عن أهمية الروح القدس في حياة سمعان أريد أن أختم بهذا كل زيارة ملائكية حدثت في هذه الرواية تضمنت عدم الخوف هناك قلق ينشأ عندما يسحب السطار وتصطدم بقوة الله الحي دون استثناء الملائكة تبدأ بالقول لا تخاف إنهم متحمسون ويمجدون الله وكأنها حفلة سماوية قد بدأت مقاصد الله الفدائية اخترقت الزمن الآن قصة الإنسانية ستتغير إلى الأبد عرفوا يسوع في قاعات السماء الأبدية والآن خطى إلى الزمن إلى مذود في بيت لحم وجموع الملائكة مفعمة بالتراقب هناك لكن البشر الذين يشاركون في أغراض الله مرعبون السؤال الذي أريد أن أطرحه وسنفعل ذلك بعض لحظات هو ما الذي يجب أن نخاف منه وما الذي لا يجب لأننا نعيش في زمن تسلل فيه الخوف خائفون من قول إن الله خلقنا ذكراً وأنثى خائفون من قول إن الزواج بين رجل وامرأة وإن الأباء يجب أن يكونوا مسؤولين عن تعليم أطفالهم خائفون من القول إننا نعتقد أن الرقابة أكثر انتشاراً مما يجب خائفون من أشياء عديدة إننا خائفون من قول الحقيقة عن اقتصادنا الخوف يتجول في شوارعنا سؤال مهم ما الذي يجب أن نخاف منه وما الذي لا يجب أن نخاف منه أحضرت لكم مقطعين إشعياء فإنه هكذا قال لي الرب بشدة اليد وأنظرني ألا أسلك في طريق هذا الشعب لا تسلك في هذا لا تتبع الحكمة التقليدية لا تمسك بما هو رائج في وسائل التواصل كن شجاعاً لتقف بمفردك يقول لا تقول فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة كن أكثر اهتماماً بإرضاء الله عن إرضاء الناس الذين لا يرضون عنك أو خصومك ونقادك وعرف حجمهم تريد أن تفعل الأشياء وتتخذ القرارات التي تعلم أنها ترضي الله وكما تنمو في الرب وتنضج في الرب ستنمو وتتغير وتظهر فهمك لما يعنيه ذلك مؤسس على الكتاب المقدس ومشتق من النص الكتابي الله لم يغير الوصايا العشر إذا كنت تفضل العهد الجديد بطرس الأولى ثلاثة فمن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير سؤال بلغي والجواب في زمن بطرس هو قائمة طويلة ولكن حتى إذا عنيت من أجل الصواب فطوباك هذا موجود في الكتاب لكنها جملة غريبة ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم لا أشعر بالبركة بل أشعر بالظلم إذا توقفت لأدعك تتحرك وقطعت طريق أمامي ومرت السيارات لا أشعر أنني مبارك أشعر بمشاعر كثيرة والبركة تأتي في نهاية القائمة لا أريد أن أقرأ ذلك وأتصرف كأنني أقول هذا منطقي هذه جملة ناضجة وإذا عنيت من أجل الصواب فأنت مبارك لا تخف لا تشعر بالخوف لماذا ترتعب؟ العالم من حولنا يعيش في فوضى الفجور يتزايد وقواعد القانون تتهاوى يوميا أمامنا الحكم صعبة المنال والحقيقة تتعثر في الشوارع عدم التقوى والفسق يحتفى به ما كأنهما من الفضائل الخداع وأيضا عدم الصدق يزدهران في أماكن ذات سلطة كبيرة لكن هذا ليس مخيفا لأن الله يحرسنا الله يحرسنا دائما لا نخاف مما يخيفهم لا يمكن تجاهل ذلك لأن علينا أن نتخذ قرارات بناء على هذا سيطلب الرد على ذلك وأن نكون الملح والنور لكن لا يجب أن نمتلئ بالخوف أبدا لا يجب أن تخاف أطلب المساعدة من الرب هناك خوف غير صحي وغير تقي وهو شيطاني إنه يطارد حياتنا وعليك أن تتعرف على مصدره ولا ترحب به فالله سيؤمن مستقبلنا اختر الرب قف من أجل الحقيقة هذا لا يعني أنك لن تواجه صعوبات ماذا قال بطرس من الممكن أن تعاني من أجل الصواب وإذا فعلت فطوباك طوباك لذلك ولا يعني أن وقوفك سيسهل أمورك هناك ثمن يجب دفعه لكن هناك استجابة من الله القدير في تلك الظروف سأختم بصلاة أود أن أصلي من أجل الخلاص من الخوف إن الخوف يأتي في العديد من الأشكال وأفضل معاملته بطريقة كأنه شخص بلا جسد ليس قوة مجردة الخوف هو شخص لديه كل ملامح شخصية لا يملك جسدا أرضيا ويأتي ليهددك لتخويفك وترهيبك أيضا لإظهار صور لمستقبل مظلم وغير مؤكد وغير مقبول للتقليل من شأنك لدفعك نحو عدم النشاط وللعصيان سيقنعك بأنه يجب أن تأخذ الإذن وتبتعد عما تعرف أنه يكرم الله تعلم كيفية التعامل يجب عليك أن تتخلى عن شعورك بالخوف باسم يسوع ليس له مكان هنا وليس له سلطة بدم يسوع الآن اذهب إذا وجدت شخصا يجلس على سيارتي وقال قررت أن آخذ هذه كنت سأعترض واعتمادا على حجمه كنت سأشكل الرد لكن لن أتنازل عن السيارة دون مقاومة وهذه سيارة لا تستسلم للخوف إنه متطفل متطفل عندما قال الملاك لا تخف لم يكن ذلك بسبب وجود الملاك الذي يحث الخوف إنه بسبب عظمة دعوة الله إذا لم تقل نعم للرب في شيء يثير القلق أو الشك بشكل جلي وواضح لن تقول نعم للرب الله سيدعوك لأماكن تعلم في نفسك أنك لا تستطيع إنهاءها وأنه إذا لم يشارك معك ستبدو كأحمق لا أتحدث عن التهور إذا نفد الوقود فلا تصلي وابحث عن محطة ولا تخاف هيا نقف ومن المنزل أيضا كنت سأطلب منكم الوقوف كأفراد لكن وجود الخوف في حياتك سيخبرك إذا وقفت وأخبرت الجميع أنك خائف ستبدو كأحمق لذا أطلب منك أن تكون صادقا مع الرب للحظة وإن كان هناك مكان في حياتك يخيفك إذا خفت من أن أحلامك لن تتحقق أو أنك خائف من الخوف فيمكنك التحرر نفس روح الله الذي زار مريم في الناصرة وزكريا وإلي صباط وسمعان وجميع أبطالنا موجود لمساعدتنا الآن هذا خبر جيد خبر جيد جدا هاللويا دعنا نصلي أبانا أشكرك على كلمتك وحقيقتها وسلطانها وأنك تحبنا لأنك دعوتنا من الظلام إلى مملكة نورك أشكرك لأن روحك العظيم الذي فينا هو أعظم من أي روح حاضر في هذا العالم أشكرك على ملائكتك الواقفين حولنا الذين أرسلوا نيابة عننا ولأغراضك أنت في هذا الجيل يا رب أعطنا التمييز لندرك ما تفعله والشجاعة والاستعداد لقول نعم لك والجرأة لكيلانا كمش اغفر لنا عندما كنا خجولين وخائفين أو غير مهتمين اغفر لنا ترددنا نأتي هذا الصباح باسم يسوع لنتحدث عن الخوف في قلوبنا إنه ليس خوفا أتيت به إنه مخيف إنه تهديد إنه بعيد عن نعمة الله ورحمة الله الحي وباسم يسوع نخاطب ذلك الروح اذهب اليوم سلطانك على حياتنا مكسور ليس لديك مكان فينا لا قوة علينا لا سلطة علينا من خلال دم يسوع مع كل كذبة مع كل السيناريوهات المرعبة مع كل تهديد توقف عن أكاذيبك واذهب الآن باسم يسوع ويا أبي أصلي أن يأتي سلامك أن تعطينا فهما جديدا وبصيرة جديدة شجاعة جديدة وجرأة نحن نمجدك ليحل يسوع في قلوبنا من جديد بسلطانه وبانتصاره على الموت أشكرك على ما أعطيتنا باسم يسوع آمين هاللويا الرب يبرككم وإذا كانت لديك أسئلة عن هذه الحلقة أو عن الإيمان المسيحي أو إذا كانت لديك طلبة صلاة تواصل معنا info at malakotsad.com وعلى واتس أب وفايبر بلاس واحد أربعة صفر أربعة تمانية خمسة واحد أربعة تسعة اتنين واحد والرب يبركك